وللحديث أكثر عن ملف الأحوال الشخصية معنا الآن مباشرة رئيس منظمة آيسن لحقوق الإنسان أنسام سلمان أستاذ أنسام أهلا بك إذن بعد أن جرت القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية قبل تقريبا عشرة أيام أين وصل المشرعون في هذا الأمر؟ مساء الخير شكرا جزيلا عزيزي للإستضافة وأيضا للتطرق إلى موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية طبعا للأسف حاولنا كشطين وكمنظمات وتحالف 188 الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية حاولنا بالقدر الممكن الضغط من أجل عدم إجراء أو عدم إتمام القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية لكن للأسف هناك إصرار برلماني واضح وبصيغة متحدية لكل الجهود الرامية إلى إيقاف التعديل لحين وصول المدونات على الأقل والإطلاع عليها بغياب المدونات تم القراءة الثانية على قانون مفرغ يعني على قانون مفرغ المحتوى مجرد أنه قانون متكون من ورقتين أو ورقة ونصف وللأسف هم أيضا ماضين ومتحدين نقدر نقول مصرين على أنه يتم التصويت أيضا بغياب المدونات التي تحوي على تفاصيل القانون التي يرمي بعض البرلمانيين تعديله طيب دارت الاعتراض على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وصل وأخذ منحا دوليا الآن يعني هل يمكن أن تؤثر رسالة الخبراء الأمميين بتعديل هذا القانون خصوصا فيما نص بعض هذه البنود قالوا أن هذا القانون والتعديل يقوض حقوق الأطفال والنساء وسيزيد من العنف ضد الفتيات والنساء هل ستؤثر هذه الرسالة في قرار التعديل؟ هو سابقا الاتحاد الأوروبي وجه رسالة إلى البرلمان العراقي الخارجية حسب ما تحدث بعض الأشخاص أعتقد الدائرة الخارجية لمجلس النواب بعض النواب أيضا لكن للأسف لم يعيروا أي اهتمام لهذه الرسالة أو لهذه التنبيه أنا من نشط نظري ما أعتقد أنه رسالة للأمم المتحدة بالعاكس اليوم أي تدخل دولي بجانب موضوع عدم تعديل القانون أي حديث حوله تقويض الحريات تقويض الحقوق وخاصة الحقوق المدنية للمرأة والطفل باعتبارهما يعدون من الفئات الأكثر ضعفا أو لشد ضعفا بالمجتمع وخصوصا العراق مصادق على اتفاقيات دولية العراق بالأخير هو ما مجبر لكن هو كواجهة واجهة الدولية لازم يكون محقق إنجاز للمرأة والطفل يشرع قانون يسلب من النساء والأطفال حقوقا بتشريع زواج القاصرات بحرمان النساء من الأرث وكذلك بسلب الحضانة من الأوم وكذلك النفقة والتدخل بالكثير من التفصيلات اللي أكل وشرب عليها الدهر يعني بالتالي إحنا اليوم ندعي لما نسافر ونمثل العراق إنه العراق من دولة مدنية متحضرة عدها قانوني ينظم أحواله شخصيا منذ أكثر من ستين عام وهذا القانون لم تحدث عليه أي إشكالية أو لم يتم الاعتراض على أي بند من بنوده لفترة بسيطة لكن للأسف بعض البرلمانيين استغلوا بعض الآباء أو حملة الآباء لتعديل المادة 57 بشأن الحضانة والنفقة فكبر الموضوع هو بدأ من المادة 57 وتداعيات تعديلها وصل الحال إلى تعديل القانون برمته الكثير من النواب يتفاخرون بأنهم متحدين المجتمع الدولي متحدين المجتمع المحلي متحدين الخبراء يعني اليوم للأسف المتولي أو المصدر مسألة التعديل اليوم هو أبداً ما يهتم لموضوع يعني رسالة من المجتمع الدولي أو ضغط أو تبياني أيعد هذا الموضوع تدخل بالشأن العراقي هم يتحججون بأن الرغبة في تعديل قانون الأحوال الشخصية هي نابعة من المادة 41 اللي تنص على أنه العراقيين أحرار في اختيار مثلاً قانون أحوال شخصية يعني هم أحرار هم يعتقزون على هذه المادة لكن بالتالي هي مادة تصنف مادة جدلية وهي أيضاً هذه المادة بالدستور العراقية تحتاج إلى تعديل لكن بالتالي كيف تناقش أناس هم مو مختصين للأسف يعني احنا من خلال طرحهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتوضح أنهم أبداً مو مختصين وغير جديرين أبداً بتشريع أو تعديل أي قانون احنا أصلاً نتخوف منه يروحون يعدلون قوانين أخرى يعني هساً قانون الأحوال الشخصية يبلغون بأنه وسوف يمضي يعني مجرد بشهر العاشر سيتم التصويت عالية وكذلك بنفس الوقت حسب ما وصلنا يتم إلغاء تعديلات أعتقد قانون مجلس قيادة الثورة للمادة 57 اللي صار أعتقد بالسنة 1987 ويرجعوا للتسعة وخمسين يعني بالتالي أنه أبسط المكتسبات للمرأة العراقية للأم العراقية اليوم راح نخسرها للأسف يعني لفتني في إحدى التظاهرات والشعارات المكتوبة على اليافطات للمتظاهرين يؤكدون بهذا الشعار وأريد تعليق من عندك لما كتب بهذا الشعار وهو حكومة المساومات أنطيك عفو عام تنطيني قانون يستعبد المرأة العراقية كجارية شنو تعليقك على هذا الشعار؟ يعني مساومات بالقوانون طبعا يعني هذا النعم يعني استاذ مثلا هذا الشعار سبب تحسس يعني لإحدى السلطات العراقية وحتى تم بها معاتبتنا أنه شون أنت هان نظمته أول كانت أول وقفة أول تظاهرة وتم رفع هذا الشعار من قبل البعض من المشاركات مشاركين بالتظاهرة اللي نظمها تحالف 188 للأسف هذا الشعار هو لو نظرنا إلى من زاوية واقعية رح نشوف أنه كل ما كتبه كل كلمة كتبت بهذا الشعار هي حقيقية وهنا أنا بس أعلق على أنه حكومة مساوات لا هي السلطة التشريعية اليوم لما رفعت قانون الأحوال الشخصية للقراءة الأولى كان إلى جانبها رفع قراءة قانون العفو العام لما رفعت القراءة الثانية أيضا كان موجود العفو العام إذن هي وأيضا بتصريحات الكثير من النواب اللي ظهرت للإعلام يعني مو هذا مو كلامنا إحنا هذا كلام النواب المناصرين إلنا والمناصرين لقضية منع تعديل قانون الأحوال الشخصية هم من أبلغونا بدن داخل مجلس النواب أنه كانت تتم عملية مساومات أنه صوت لي وأصوت لك ما أمر لك هذا القانون إذا ما تمرر هذا القانون بالتالي أنت تتخيل قانون معني بالأحوال الشخصية للأسرة العراقية لإلى علاقة بتنظيم المجتمع العلاقة بتنظيم مستقبل الأسرة تدخل بأفصل تفاصيل الأسرة اليوم يتم بهكذا طريقة إحنا يعني إحنا من فقط نشك من نواياهم لا إحنا متأكدين من أنه النوايا وراء الدفع بتعديل قانون الأحوال الشخصية وكذلك ما هو المكتسب السياسي ما هو إحنا التقينا زملاء التقوا باللجنة القانونية وبعض نواب اللجنة القانونية بصريحة العبارة قالوا إحنا مناصرين لآباء السبعة وخمسين اللي هم متضررين من الموضوع الحضانة والنفقة نعم أنا رحد للإنصاف إذا كان هناك فئة متضررة من قانون معين أو من مادة قانونية معينة أنا ما أتعديل هذه المادة القانونية لكن ليس على حساب الفئة الأخرى إحنا مو ننصف جهة ونشحف جهة أخرى إحنا مع حقوق الطفل ونخلي الطفل نفكر بمكان الأفضل للطفل ونفكر بمصلحة الطفل العليا بغض النظر عن كونه مع الأم أو مع العاب لكن إحنا ما نتقبل أبدا إشحاف النساء سلب أفضل حقوقهم بحجة جواهية بالدليل أنه منصمهم أنه جينهم لبعض النواب اللي يدعوا أنه دولة هما جمهور المنتخابي فهما لازم ينصفهم نعم الأسادة أنسام سلمان رئيس منظمة أيسن لحقوق الإنسان شكرا جزيلا شكرا جزيلا